بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم. في الفيديو انا استعرض عليكم طريقة إلغاء تثبيت وحزف المتصفح ايج نهائيا في ويندوز حداشر وويندوز عشرة لمن لا يريدون هذا المتصفح او مش بيستخدمه هذا المتصفح. فعملية حزف المتصفح ايج هتكون مهمة جدا ومفيدة بشكل كبير جدا لمن لا يستخدم هذا المتصفح لانهاء استهلاك هذا المتصفح من موارد جهازك لانه في حال انك ما بتستخدموش برضو بيستهلك الكثير من موارد الجهاز في الخلفية الرمات والمعالج والبطارية وغيره. بما في ذلك انه بيسيطر على معظم مهام النظام الافتراضية في حال انك محتاج تفتح رابط او اي ارتبطات تلقائيا بتفتح بشكل تلقائي في متصفح ايج. رغم ان ميكروسوف تعتاح اتخيار جديد في ويندوز حداشر بمكنت بضغط واحدة من تعيين المتصفح الافتراضي المفضل بالنسبة لك الا ان متصفح ايج ما زال مسيطر على العديد من المهام او محتاج انك تغير العديد من الارتباطات من ايج الى المتصفح اللي انت بتفضله على سبيل المسال كروم مسلا. فلو انك لا تفضل متصفح ايج وفي متصفح اخر هو المفضل بالنسبة لك او انك على سبيل المسال مش عايز عدة متصفحات تكون متسبتة عندك على الجهاز لتقليل استهلاك موارد الجهاز. او على سبيل المسال عند فتح مسلا ايميلات او روابط او ارتباطات تفتح في متصفحك المفضل وليس تلقائيا في متصفح ايج. فهنستعرض عليكم طريقة حزف متصفح ايج بشكل نهائي من نظام التشغيل عندنا في ويندوز حداشر او ويندوز عشرة. هتفتح الفايل اكسبلورر مستكشف الملفات بعد ذلك زي سبي سي. ثم برتشن السي برتشن النظام. بعد ذلك بروجرام فايل ستة وتمانين. ثم بعد ذلك مايكروسوفت. ثم بعد ذلك اول مجلد ايج. بعد ذلك ابليكيشنز. ثم بعد ذلك هتفتح هذا المجلد اللي بيكون فيه عدة ارقام خاصة بالفرجن او اصدار متصفح ايج. دابل كريك عليه. بعد ذلك هنا هتحدد هذا المجلد. دابل كريك عليه هتفتحه. بعد ذلك هنا في شريط العنوين. نتضغط كريك فقط هيتم تحديد المسار هتعمل له ودليت وتكتب مكانه بعد ذلك انتر بحيس ان احنا نفتح موجه الاوامر من داخل الملف المسؤول عن عملية التزبيت او الملف القابل للتنفيذ الخاص بمتصفح ايج. طبعا هزي العملية لحزف الملف القابل للتنفيذ الخاص بمتصفح ايج. بمجرد حزف هزي الملفات كده اصبح متصفح ايج غير قابل للاستخدام عندنا على ويندوز حداشر او ويندوز عشرة. بعد ذلك هتجيب الامر اللي يكون موجود اسفل الفيديو. هتحدده وتاخده بعد ذلك هتفتح موجه الاوامر واكليك يمين هيتم لصق الامر. ممكن تظهر معك هزي النافذة اثناء لصق الامر طبعا تحذير انه هيتم الغاء تثبيت الملفات المسؤولة عن عمل المتصفح فهتقول له لصق على اي حال. بعد ذلك هتظهر معك نافذة طبعا برنامج التصوير عندي مش جايبها فهتضغط على بكل بساطة او بشكل تلقائي هيتم الغاء تثبيت الملف القابل للتنفيذ والمسؤول عن عمل متصفح عندنا على ويندوز حداشر او ويندوز عشرة. تمام كده زي ما انتم شايفين تم بالفعل لغاية تثبيت الملفات القابلة للتنفيذ. دلوقتي هنبتدى نحن نقفل موجه الاوامر ونقفل هذا المجلد. طبعا في ملفات متبكية لمتصفح مش هنقدر او مش هتقدر انك انت تحذفها لان هي مسؤولة عن بعض الخصائص الاخرى زي مسلا حزمة وبعض الملفات الاخرى المتعلقة ببعض الخصائص على النظام عندنا. زي مسلا كل هزي الامور متعلقة ببعض الحزم او بعض الملفات المتعلقة بمتصفح اج. لكن عملية الغاء التثبيت دي هتلغي تثبيت من عندك بشكل نهائي متصفح اج. فقط كل الخصائص الاخرى هتظل تعمل بشكل عادي. ولكن فقط مش هكون موجود عندك على الويندوز. بعد ذلك واخيرا هتفتح تطبيق البحس. بعد ذلك هتكتب ر اي جي. كليك يمين عليه. بعد ذلك تشغيل كمسؤول بعد ذلك يس. وهنا هتفتح هذا المسار اتش كي اي واي لوكال ماشين. بعد ذلك ومن سوفت وير هتفتح مجلد مايكروسوفت زي ما انتم شايفين كده مجلد مايكروسوفت. وكليك كيمين على كلمة مايكروسوفت ثم نيو ثم كي. وهنا في المفتاح اللي احنا انشأناه ده. كليك كيمين عليه بعد ذلك ري نيم وهتكتب في ايج ابضيط. بعد ذلك هتضغط على المجلد اللي باللون الاصفر وهنا هتنشئ قيمة جديدة كليك كيمين نيو ثم دي وارد اتنين وتلاتين وهتجيب هذه القيمة هتكون موجودة اسفل الفيديو وهتحددها وتخدها كوبي ثم وهتضيف هذه القيمة هنا بعد ذلك عليها وهتخلي القيمة من زيرو الى واحد عشان بعد كده عملية تحديثات نظام التشغيل عندنا ما تجبرش تنزيل المتصفح مرة اخرى او اعادة تثبيته. بعد ذلك هتضغط على اوكي وتقفل محرر السجلات وتفتح تطبيق الاعدادات فقط لمرة واحدة بحيس انك تعين المتصفح المفضل بتاعك انه يكون المتصفح العام للويندوز عندك. بعد ذلك دي فولت اب. وهنا هتكتب كروم مسلا لو انك عايز هو يكون المفضل او على حسب المتصفح بتاعك بعد ذلك كروم وهنا هتضغط على تعيين هذا المتصفح افتراضيا على النظام. فزي ما انتم شايفين ايكونة ايج الارتباطات اللي كان بتفتح تلقائيا على ايج اصبحت مش موجودة او اصبحت باللون الازرق. لكن طبعا بعد كده لو انك جيت تفتح هذا الارتباط فممكن تواجه مشكلة في عدم العصور على المتصفح. ففي هذه الحالة يجب بشكل يدوي فقط لمرة اولى انك تعين كل هذه الارتباطات ان هي او اي ارتباطات مش معينة على كروم او على المتصفح المفضل بتاعك تعينها انت بشكل يدوي على المتصفح المفضل بتاعك. وبكده زي ما انتم شايفين على سبيل المثال بالنسبة لكروم كده كروم هو المتصفح الافتراضي لهذا الويندوز. بعد ذلك لو انك فتحت قائمة ستارت طبعا انا كنت مسبت ماكروسوفت ايج هنا مع التطبيقات المثبتة اصبح فعليا مش موجود. ولو فتحت بعد ذلك بحسنا هنا على حرف الام زي ما انتم شايفين ام ماكروسوفت ايج ما فيش ماكروسوفت ايج اصبح بهذا الشكل او اصبح مش موجود. طبعا بعد عادة التشغيل ممكن تختفي معك كل هذه الاشياء. لكن مش هيكون متصفح ايج او مش هيعمل معك متصفح ايج تاني. فقط متصفحك الافتراضي اللي انت عينته هو اللي هيكون موجود على الجهاز. ولو انت اردت فيه اي وقت عادة تثبيته مرة اخرى بكل بساطة تفتح متجر التطبيقات وتكتب هنا في مربع البحس ماكروسوفت ايج زي ما انتم شايفين هي الزر معك ماكروسوفت ايج براوزر. هتضغط عليه. بعد ذلك هتضغط على هنا. هيتم تحميل المتصفح وتثبيته واعادة تكوينه مرة اخرى وبكل بساطة هيتم اعادة تثبيته عندك على الجهاز مرة اخرى. بس كده حضركم هو ده كل ما في الامر كيفية الغاء التثبيت وحاسف متصفح ايج من على وندس 11 او 10 بشكل نهائي وايضا كيفية اعادة تثبيته مرة اخرى. اتمنى ان كنا فدناكم بهذا الامر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.